حققت مملكة البحرين إنجازات متتالية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وآخرها حصولها على الفئة الأولى في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وتأتي إنجازات البحرين في هذا المجال نظير التعاون بين مؤسسات المملكة لتعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال إنجازات متوالية عاما تلو الآخر تحققها مملكة البحرين في مجالات متعددة وسياق واحد وهو رفع اسم البحرين في كافة المحافل وفي المجال الحقوقي جاء حفاظ مملكة البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مسلطا الضوء على إنجازات البحرين في هذا المجال الهم الدوافع والمنطلقات البحرينية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال هي أساس لهذا الإنجاز فوعي صناع القرار في المؤسسات المعنية بأهمية مكافحة الإتجار بالأشخاص تمخط عنه التعاون بين العديد من المؤسسات انطلاقا من هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى المبادرات الاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال متابعة الملفات ذات العلاقة بالأعمالة والإتجار بالأشخاص والعمل القسري بينما تطلع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدورها من خلال إنشاء مكاتب تسجيل الدعوة العمالية لدى الهيئة إلى جانب الدور البارز للنيابة العامة في تأكيد مبدأ الحماية وحفظ المجتمع ومحاسبة المذنبين وصولا إلى التنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الإنجازات التي تحققت في هذا الملف الهام ساهمت في إبرازها وزارة الخارجية من خلال إدارتها لملف حقوق الإنسان دوليا فكانت المحافل الدولية شاهدة على الحقائق التي حرصت مملكة البحرين على إبرازها مما جعل التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لا يحيد عن هذا المجهود البحريني في المجال الحقوقي ترجمة مكافحة الإتجار بالأشخاص من فكرة حقوقية إلى واقع ملموس أتت من خلال العمل المؤسسي المشترك بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية ففريق البحرين بغيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عمل بروح التكامل وفق رؤى جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في جال المملكة نموذجا عالميا منهما في مجال احترام الحقوق ومكافحة الإتجار بالأشخاص هذا وأشار الأستاذ عبد الرحمن حمد المناعي واكل النيابة بنيابة الإتجار بالأشخاص خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أشار إلى العديد من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص في الحقيقة أن مملكة البحرين حققت إنجازات في هذا المجال ومن ضمن إنجازاتها فإنها حافظت للسنة الرابعة على التوالي على الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الإتجار بالأشخاص وقد أفجرت عادة الناب العام الدكتور علي ذنفضل البعينين قرار بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص وتم تزويد هذه النيابة بعناصر مؤهلة للتحقيق في مثل هذا النوع من الجراء فاضلا عن تخصيص البجلس الأعلى للقضاء محكمة مختصة للنظر في جرائم الإتجار بالأشخاص وذلك لسرعة البت فيها بالإضافة إلى وجود إدارة معنية لتلقي البلاغات تابعة لوزارة الداخلية مختصة بتلقي بلاغات الخاصة بجرائم الإتجار بالأشخاص كما تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الإتجار بالأشخاص لدى وزارة الداخلية ودار الإيواء ودار الإيواء الذي تم إنشاؤه من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص من أجل تقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر